في استمرارية الهجوم الغاشم ليومه الستين استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم بينهم أطفال ونساء جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحة وشهدت مناطق مختلفة من شمال القطاع وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزم نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات وكان قد أطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس مناشدتهم لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى كما تجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنطقة وفي غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج استشهد خمسين فلسطينيين للأقل وأصيب المئات وإلى جانب التوغل البري أمر الاحتلال المواطنين الفلسطينيين بمغادرة مناطق شاسعة من مدينة خان يونس والنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية بالجنوب ما دفع المواطنين المنهكين إلى الفرار المقاومة الفلسطينية ردت من جانبها باستهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة أر بي جي قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس واستهداف ثلاث آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس كما أعلنت كتائب القصام أنها قصفت بئر السبع برشقة ساروخية ردا على المجازر بحق المدنيين على نحو منفصل أعلنت وزارة الصحة استشهاد ما يقارب 16 ألف فلسطينيا 70% منهم من النساء أو الأطفال حتى الآن في هجمات إسرائيلية على القطاع خلال الحرب المستمرة منذ ثمانية أسابيع تقريبا ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين